أهلا وسهلا بحضراتكم شوفنا النموذج إزاي الأستاذ والمعلم والأبي بقى قريب من الأبناء إزاي يسير النواحي الإيجابية بعيدا عن النواحي السلبية إزاي بقى قريب منهم ويسمع لهم والمشاكلهم الخاصة إزاي يعزز النواحي الإيجابية طب في الجانب السلوكي داخل الصف يعمل إيه والله يشوف كل مكان الأبناء لديهم القدرة على التعرف على التراث الثقافي والتاريخي من خلال الرحلات من خلال الفيديوهات من خلال ده جميل جدا لتعزيز الهوية الزاتية وبالتالي دور التاريخ مهم ودور استقراء الأحداث التاريخية والمتاحف التاريخية وزيارات الميدانية أمر مهم جدا تقدير الفروق الفردية من خلال نبرة صوتك وأمر مهم للغاية أيضا إنه يعمل أنشطة لتنمية القدرات والمواهب لدى الأبناء بالصف وغابت الأنشطة وغاب النشاط من النشاط جزء أساسي ومهم في مفهوم المنهج الدراسي الحديث أنشطة في المنهج في المفهوم المنهج التقليدي كانت علىها مش المنهج مش مهم نعمل نشاط الآن لا حديث عن أنشطة الحديث عن مذكرات وعن اكتب وسمع عشان الامتحان وعشان الشهادة طب فين النشاط يا جماعة احنا بنشوف الناس في أوروبا وبنشوف الناس هنا إزاي النشاط ده شيء مقدس ومهم لأنه بيشكل شخصية الطفل وبيطلعوا إنسان عنده التحمل المسئولية وحب المغامرة إلى آخره الثناء على الطلاب وتخليهم يشجعوا بعض مش يتنمروا ويشتموا بعض ويهزقوا بعض إن الطفل أو الشاب أو الولد يعمل ملسق ويرسمه ويبين قد إيه اهتمام كل واحد منهم بزميله لما تيجي تصحح الواجب أو تصحح المسابقات بين للطالب أو للمتعلم بألم فسفوري بألم ألوان الأمور اللي حلها بشكل صحيح كويس؟ وحط له نجمة حط له علامة ممتاز حط له ستيكر حط له كذا عشان يبقى عنده دافعية وتعزيز الجانب اللي جاب اعرف سمات كل طفل عندك وكل ابن عندك وتعامل معاه على ما هو عليه وقوع تنقض الأبناء بصفات مش كويسة لما ننقض ننقض السلوك والتصرف وليس الشخص وقول له أنا بحبك ولكن ما بدر منك من سلوك كذا وكذا أنا غراد عنه السمات السلبية عند الأبناء خليها نقاط قوة تبني عليه مش تهدم بيها إن شاء الله إحنا عندنا كذا النهاردة بكرة هنبقى أفضل وبعدها هتبقى عندك قدرة في كذا ابني عليه ويعمل قيمة جوه الصف كل طالب يعرض أعماله الأسبوعية عشان تعرف مين اللي بيشارك ومين اللي بيشاركش وأي شيء صعب هيبقى سهل للتغلب عليه وبالتالي الخواطر اللي بتأتي إلى زهنهم خليهم يسجلوها في سجل خاص وأضف تعليقات لها الكلام ده يا جماعة عايز معلم متفرغ وعايز معلم واعي ومركز معلم له حقوق وعليه واجبات ولكن ضمن حقوقه أنه يحس أنه بني آدم ويحس أنه إنسان له قيمة في المجتمع والإعلام بيهتم به والمدرسة بتهتم به والراتب بتاعه ذو قيمة وذو شأن عشان يؤدي ويتفرغ وما يبقى الشغال ميت شغلة ينفعش وبالتالي اللي هيمارس هذه الأنشطة ويتابع حتى يقدر الأبناء ذاتهم ويستخدم الألعاب التعليمية مع الأبناء لوصف مشاعرهم ويجد طرق وسبل مثل التصفيق الهتاف الأوسمة عبارات التشجيع دعوة الأباء والأمهات وغيرهم من الشخصيات إلى غرفة الصف كم مرة حضراتكم شفتوا هذا الكلام بينفز عندنا إحنا بندعو وليه الأمر لما ابنوا بعمل جريمة كارسة إنما لا يدعى وليه الأمر إلى مكان كده وقصة الشهيرة طفل جميل ولد بيؤدي واجباته بكل احترام وتقدير وفجأة المعلم قال له المدير عايزك قعد يقول يا طرى المدير عايز مني أي لا أنا عملت ودخل لقى السكرتيرا تنظر له هكذا بتركيز وقال أنا في كارسة فأول ما دخل على المدير قال له شوف أنا مدير في تلك المدرسة من عشرين سنة بشتغل في حقل الإدارة يسعدني ويشرفني أن أجد طفل وتلميز متميز مثلك حريص على التعاون مع زملائه حريص على التواصل الاجتماعي حريص على فهم المادة العلمية والتميز الدراسي أنا فخور إن أنا بلتقي بيك النهار أدي إيه المشاعر الإيجابية هتنعكس على الأبناء إحساسك إيه وانت راجع للمدرسة إحساسك إيه وانت بتسمع هذه الكلمات وبالتالي إحساسك إيه لما تسمع هذا الثناء في وجود الأب ووجود الأم والأب والأم يتعلموا إزاي نعكس ده على أبناءهم من خلال دافعية الإنجاز لديه هذه القيم في غاية الأهمية لما يواجه أحد الأبناء في المدرسة يوم صعب ومشاكل وكده اطلب من زميله أن يقدموا له الدعم ويقدموا له تعليقات إيجابية عشان لما نخسر في مباراة ولا كذا نتقبل الهزيمة بروح رياضية ونربي عند الناس هذه الروح وبالتالي تنمية وتربية الهوية الزاتية يحتاج إلى تلك الممارسات الأنشطة ثم الأنشطة ثم الأنشطة التعزيز ثم التعزيز والتحفيز الاقتراب من الأبناء دعم روح التعاون والمبادرة دعوة الأباء والأمهات فاقد الشيء لا يعطيه لا يمكن لمعلم ليس لديه تقدير لذاته أن يعطي هذا النموذج لمن بين يديه من الأبناء نريد أن نركز على ذلك نحقق ده إذا لم نجد المدرسة الآن الناس أو اللي بتدرس دروس قصية وأعد أمامها مية وخمسين وأكثر وأقل مارس دورك التربوي إضافة إلى دورك التعليمي والتعلمي رغم أني لا أشجع على ذلك ولا أدعل أبدا أبدا المدرسة هي البيت وهي القلب والمعلم هو قلب الجسد وبالتالي يجب أن ينال هذا القلب رعاية واهتمام داخل المدرسة وكيان المعلم واحترامه داخل مدرسته وليس في السنتر وليس في الشوارع وليس في بيوت التلاميس إذا أردنا أن نستعيد المعلم بهيبته فلابد أن نعيد النظر في تشكيله وتكوينه ورعايته وحقوقه قبل أن نطلب منه الواجبات كيف نؤسس للشعور بالانتماء هذا ما نتناوله سويا انتظرونا في أمان الله